اشتركوا في القناة شكرا لكم احبتي من جديد ما زلنا مع قناة تبسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نارضا لنكلم عن تبسير رؤية الظلام في المنام طبعا هذه الرؤية لاول وهلة هناك احتمالية انها تدل على عدم القدرة على التخلص من المشاكل والازمات وبطبيعة الحال هي رؤية غير محمودة لكن قد تدل على انها محمودة لو شفت نور بعض ظلام او خروج من هذا الظلام او من المكان المظلم ولذلك علماء التفسير بيقولوا ان التواجد في مكان مظلم ربما تدل على بعض الامور السيئة التي يمر بها الرأي في حياته او ربما بعض الصعوبات التي سوف يواجهها في الفترة القادمة وطبعا كل شخص على حسب حالته يعني مثلا المرأة الحامل تدل على مرورها بفترة من المشاكل في قضية الحامل الرجل في عمله او في تجارته مروره بفترة صعبة او مشاكل في قضية الوظيفة او التجارة الى اخر هذه الامور وعليها فقس فعندما ترى البنت العزباء انها متواجدة في مكان مظلم للأسف الشديد احيانا تدل هذه الرؤية على المرض طب بالنسبة للمرأة المطلقة حينما ترى انها في ظلام هذه الرؤية تدل على شعورها بالوحدة وبالفراغ هو ليس بشيء سيء ولكن وصف لحالة هي تعيشها واذا رأت المرأة المطلقة انها تسير في مكان مظلم او طريق مظلم تدل على فترة صعبة سوف تمر بها هذه المرأة في حياتها في الفترة المقبلة واحيانا رؤية الظلام ودي لكل الناس تدل على ارتكاب صاحب الرؤية لبعض الذنوب والمعاصي ومع شديد الاسف خلاص كده فرؤية الظلام رؤية غير محمودة رؤية سيئة لكن اذا رأيت نور او خركت من المكان المظلم او الظلام سوف تتحول الحالة من سيئة الى حال افضل باذن الله تباركتا تظلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته